أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أهمية الدعوة الصادرة عن القمة العربية الثلاثة والثلاثين في البحرين لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفي كلمة له أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية ندد العسومي باستمرار تعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسرية ما يزال يتعرض شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري ترتكب ضده جرائم حرب مكتمة الأركان راح ضحيتها آلاف الأربياء معظمهم الأطفال والنساء مع استمرار الدعم الأمريكي الأعمى لهذه الجرائم بالمال والسلاح ووصل الأمر إلى درجة تهديد مؤسسة دولية هي محكمة الجنايات الدولية بفرض عقوبات عليها إذا أصدرت أوامر باعتقال مجرمي الحرب في كيان الاحتلال وهو ما يمثل امتدادا لحملة الإرهاب والتخويف والتهديد التي يقوم بها كيان الاحتلال ضد الأمي العام للأمم المتحدة ومنظمة الأنور وليس لشيء إلا مجرد أنهم يقفون مع الحق وينتصرون للإنسانية في مواجهة الظلم والتقيان والتجرد من الضمير والأخلاق ترجمة نانسي قنقر